اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن والأثر اقرأ القرآن والأثر الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وإخوانه النبيين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالة متوتا في هردفتوتا السنة إن شاء الله درسين كينجا كان الرالا دوري دان قرآن كرؤوا إراه حاسونا جلقا بردت أقني يا ربي فجيتش قل قل لي فتو قل قل لي فنهن دكينا فصل في الإدارة بالقرآن قرآن دوري دان ترى دان ترتيبا تاني قرأوا إراه حاسونا وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرة أو جزء أو غير ذلك إن مالي لجنن نمنه الدون والقهني عشري قرأوا إراه أو جزءا يوكاو جزء تك 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 قرأوا إراه أو غير ذلك يوكاو سملي كجيرو حزبي لأن قرأوا إراه ثمونا نكسي ترتيبا قرأوا إراه حاسونا قرأوا إراه حاسونا ما الجلال ليه كانرى وهذا جائز حسن كن بقى نتها قاري لجلال جلال وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عن ذلك إمام مالك ابن أنس رضي الله عنه كانرى قافة مي ما الجلال لا بأس به ركوه انقبو نتها ركوه انقبو جالة ما جلال جلالة جلال إمام مالك الليل أكاسو مأمس رفع الصوت بالقراءة أراتي كيستي سقليء الفرور رهسو مأمس هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به فصلي كان كيستي واني دبطة مكون هالا وان برباجسة وان أكام مهمي لا اتيا الدون برباجسة جلال إمام النووين رحمه الله اعلم أنه جاء حديث كثيرة حديث وانه الدون لفجرى بك في الصحيح وغير صحيح بخاري مسلم كيستي سنفجرى خبراء كيستي سنفجرى دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة كيستي سقليء الفرور أكا جالة وجاءت أثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت أما صحابة رسول ربنا رضوان الله عليهم نفجر مالتون سقليقة تكابتني قرآن كرؤون ريسو في سقليقة تكابتون سبتيجرسون اللين سقليء الفرور اللين جالة منغلاتوا نفجراجتوا سنذكر طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى دماء حنقة يفوت على رفعه على رفعه الله تعالى برد بروتين جرى إمام النهولين رحمه الله قال ابو حامد الغزالي وغيره من العلماء ابو حامد الغزالي نلعى رب رحمته ثاني قلون علماء براء لين جراني جران وطريق الجمع بين الحاديث قران قناهندى حديثا كونسا جالي الفرور نرأون جالة ما أكتها دبتمين كونسا جالي قد ابتني وطريق الجمع بين الأحاديث والآثار المختلفة في هذا أن الإصرار أبعد من الرياء رياء أيوك فهو أفضل في حق من يخاف ذلك لأن العمل فيه أكثر لأن العمل فيه أكثر لأن العمل فيه أكثر لأن العمل فيه أكثر فهو أكثر لأن العمل فيه أكثر لأن العمل فيه أكثر لأن العمل فيه أكثر ويجمع وهمه إلى الفكر فيه ويجمع وهمه إلى الفكر فيه ويجمع وفو أكثر ويطرد النوم ويزيد في النشاط فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر فإن اجتمعت هذه الناس يقوم بفيش تضاعف الأجر وإن اجتمعتها من الحقيقة حتى نبقى بتتقريقة ومعرف تضاعف الأجر لكن ما عندها تجعله القبر النهائي وكأنه لأسرع النهائي وقم أن تقرأ النهائي والعزاة فقد وقمت بها وما عندما تقرأ النهائي كما يأتي اخفوا حسناتكم وأنك لا تخفوا بسيئاتكم نعم الاستخدام المنطقة إلى الأسلام لون نفتح المجمد من الأساس والمناس كل المسلحة لا يتحدث ولم نفتح لي المجمد من نفتح، لكن على مسلحة المجمد من الأساس هذا هو صالحة أولياني أولماني قردان خيري تكاوقود لكيوكا وحالي سعني واربيني سعني كنني كرامات دادات ربيني سعني كنني أوليان دي نويفتاً أكمالي أكان نويفتاً إمام الغزالي رحمه الله يقول ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل سبب خيرين بلون يسابير باتي ترتي نما برات أجيب بالأتوكي سواء جرتوف قرآنك لالي قرأون كناف الرجالك ومان قرأون راجل أمي دبتاً بيججو أما آثار صحابة الرأسابة هدولة لكن إن شاء الله قد قباب سليع رأسابة ناجل إمام النوين ثبت في الصحيح نبي هريرة رضي الله عنه قال أبا هريرة الرأسابة يجرى إرقما ربي عليه الصلاة والسلام أكالجلن يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوتي يتغنى بالقرآن يجهر به أكالجلن حديثة كان كيسترقما ربي عليه الصلاة والسلام رضا في قبول ربي حقامتك نما قرآن كسغلاء الفوئي سغلاء بريتشي قرأوا ربي الراجالة أذن ججون أستي كربين استمع ججو أستمع ججو مراد نسطر ججو كإرقما ربي الراجالة تهالا ججو ربي سبحانه وتعالى كإرقما ربي الراجالة تهالا ججو نما قرآن ما قالوا نما قرآن سغلاء الفوئي سغلاء سابر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا موسى الأشعري رأوتي فمير قمان ربي أكالجلن أن أبو موسى الأشعري كان أكالجل الرسول أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود أستي مراني ما ألججو لا أكما إمام العبدالي رحمه الله جلانتي مزامير داوود معناه صوت داوود الحلم الجذاب الذي يقرأ به آيات الزبور سيدنا داوود عليه السلام حقو آياتا غرتاني كتاب ربي نسرت بوزي زبور حقو قرآن سغلاء بريد دوران أراججو إني سغلاء غاري سغلاء أكالنام حركفتو تقلبي نما حركفتو أراججو إني ويت آياتك أنا قرآن فمعنا مزامير داوود تسبیح الله من صوته الجميل سغلاء بريد دوران سغلاء غاري دوران سغلاء تولتوران آياتا غرتاني زبور كيسا تدوبة تمتسان أراججو قرآن قال يسبح الله والجبال تسبح معاه ما شاء الله إني قال الزكري قرآن آياتا سندوبة ساتر إلا تداب أراججو قرآن زكري ربي وقوق وقوق قرآن قارا في مكافي مكافي قارل لين سواجه الزكري ربي الله في سيفي سبحان الله كان ججون كان أفوغ رسول عليه الصلاة والسلام وقوق موسى أبو موسى الأشعري لان أتسغلاء داود كان نمتسان وقوق جلن سغلاء بريدو أراججو مزمار داود أوتيت مزمارا أي سوتا جميلا كما أوتي سيدنا داود عليه السلام أقوم سيدنا داود سغلاء بريدو سغلاء غاري كنمزن يا أبو موسى أتلين سغلاء غاري كنمتسان رواية مسلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال له لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ما جاء الرسول سيدنا أبو موسى الأشعري رحمه رضي الله عنه يا أبو موسى أني سأراجج منامت كنمتسان غاري عن قرآن سهي كراء منام من أراجج الرسول عليه السلام سغلائت بريدو سهي قرآن من أراجج من سيدنا أبو موسى الأشعري رحمه الله أوتي صوتا جميل سأقليق ربك وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القيلة إلى قينته رواه ابن ماجه حسن حديث حديث مهم يقول رب سبحانه وطعال أعبال أعبال وقال لمن أعبال نم سغلائ بريدو سغلائ لان قرآن 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 ان نم نم جاريان فشاولات الناحة دائرة اثناء وضعون الناحة فهذا سنجال لما كثر حول الشعر ويحصل حول الشعور فهذه الأفضل لا يوجد أسفل فالتالي هي حقا سيدي من سجل برده و ان حسن سجل برده و فتح اللحة رب سبحانه وتعالى نما سجل برده و قرآن كرعوه إساس دران الرجالة امرا جلده كما ذات فى حديثة دعونا العلماء المال جلده اللح و تعالى رب سجل برده و فتح الناح إن شاء الله دقيقة مراساً بودا بقانلي وليتخذي بلوتها نجا نوتران اقرأي القرآن اقرأي القرآن اقرأي القرآن والأثار اقرأي القرآن والأثار اقرأي القرآن ورد فيه رواية إلى قارئ القرآن يجهر به وورد رواية إلى نبي يقرأ القرآن وورد رواية إلى قارئ القرآن وهذا معناه حسن الصوت مراني قد يجهر به مراني قد يجهر به هنا مراني الأثن أسنتي أثن ججون وإستماع لقيفة الجججو لقيفة ربي يعني لقيفة مراني إراج بلو انتظر به كيف يسهدون؟ في هذا الوضع يقول حقا يتعلن الله يقول حقا يتعلن الجدوين وتعالى جيدا كان الى العلمان وقال الوليه قلاة ويأتي القناة وقت كل الاولى حيث انه وقتهم اقطت قد اشركون وما اضعه كما تقرأي آيات أو حديثة؟ لَاللَّهُ أَشَدُّ آذَانًا جَرِي بَقَسِلَا آذَانًا جَرِي وَقَمِنْتِقَرَي آذَانًا جَرِي لَاللَّهُ لَئِلِ اللَّهِ جَرِي ما لقل إلي أقوان ربّين كينا سبحانه وتعالى قُرَّ قُرَّاك آمَنُرَّ جِرُّكَن كما أقا كينا قُرَّكَنَا اجتنام ربّين كينا سبحانه وتعالى قُرَّك آمَنَا بَقَسِلَا لكن الله تعالى متصف بالسمع ربّين نعم ربّين لكم قرآن وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ جِرِ سميع جريمالي أذنا الجنة ستة ربي سبحانه وتعالى قلوك الله وربي قرر أقاياه نعم أقايا الهماماء نميشكم مالغور ري ربي في قرره الدود جراج أقصغر هديثة لفزي هديثة له سبحان الله وكان يعتقد هذا في قلبي قلبي ساكي ست كان يادات مالف كان جتاجنا مالهديسة خي ست نفني جريم ماذا قال مالجر لله أشد آذانا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن والعياذ بالله لا أشد آذانا إلى الرجل لله أشد آذانا إلى الرجل الأذانا هو الاستماع والقبول والرضا لكن جالة إباله لأنه كانت آذانا إلى الرجل هديثة لفزي هديثة لفزي معنى نساء الذي يقرأ القرآن بصوت حسن عند الله محبوب نميشه لفزي قرآن حرفه في مخارجه يسيئي لفزي قرآن لفزي قرآن قرآن لفزي قرآن لفزي قرآن لفزي قرآن لفزي قرآن لفزي قرآن لفزي قرآن ونظم الأعثم لفزي قرآن هذا الأمر يتعلق على الإلماكن من الحصول على الإلماكن من الحكم يتعلق عليهم لذلك لا يأخذ العلم إلا من أفواه العلماء أنه يتعلق على أهل الملماء يتعلق على كتاب تتعلق بالفعل وانت داد دار اردتك فقال انتبه فيسبوك او قوال انت ارنط اللح اقنات انت تعالى انت تعالى ان تقول ابو موسى اراده ا من هذا الناس اراده والدرس 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 يحصل الى انتبه نعم أكسما أبو موسى الأشعريين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم هنا نزلوا بالنهار رواه البخاري رسولك إن عليه الصلاة والسلام كان جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحباً أبو موسى الأشعاري يزالون حولها ونحن نحن 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 نفسه فهو نحن 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 نقوم برسول حيث يزالون حولها وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم قرآن بريد جزاء درانو اني بريد على ايزيدوه جمالا اني درانو بريد ربين بريد جزاء بو سجر لفظي وجيزان لفظي قرتي بلاغا قبدون تنما قلتون تفباتوا تهذين بلسان عربي مبين افان عرباء فقلاء لان بو سجر لكن واني قرآن بريد بريدو ميسادة بالو مالي ساقلت ساقلت بريد درانقراجر الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن بريد جزاء مالي بأصواتكم ساقلت ساقلت بريد جزاء درانقران بريد جزاء ساقلت بريد جزاء الملسة والسلام سا ي shaft على جضاء حرفة يسسائي سفى متقه بريدو متسائي سفى متقه نخراه كالقه حرفة مخارج الرحيم وهذي صغلية مع خفة ياردده ما يضيره صغلية مع خفة ياردده ما يقولون هو مخارج حرفة يقولون مخارج حرفة تقفة ياردده تقفة لمخارجة يسائر عندما صدرت كان غيره لذلك أن تتبع تجميع المقارجية على التجميع و تحتمال أن تقوم بخصوصة الخاصة و لكن يجب أن تتحدث مع عدد من التجميع لكن يجب أن تتجميع المقارجة على التجميع فإنك تتبعوا ليس فائدًا لا يوجد فائدة و سوابن بل معصياته يوجد روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه سيدنا علي رضي سجر أبي داود أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن واجعي وقاوسك لي بايئ تقرانك أراده قد أقوت رجلا سيدنا علي رضي الله عنه واجعي داكي ستة إسازك قرانك أراد أبنوسك لي واجعي سببائز فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايواتول جو إسان كنا يا إساني يا غارما إساني يا تولين أمتا كنا إسان كن إرمتا كيسا الرجالة و أمتات رسول ربي براتي جنا ورون اقنات تي سغلاء الفوناني سغلاء بردو تنان قرآن كرآن كرآن جران جرى سيدنا عمر رضي الله عنه نمه الدو تحرير كران ججب أما سغلاء الفوناني قرآن كرآن كيسا حديثة وانه الدو تروف حديثة وانه الدو تروف سنكيسا آثار لصحابة رسولة وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر أما كصهابه الرانفة كأتباع الرانفة دلقا في جشوت إساني الرانفة صهابه في تابعتوت الرانفة تابعتو الرانفة هيدو لجنان باقية لجنان الهصابة اللي كاهمون اندند أمتك و هذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجاب ولا رحوهما من القبائح لكننا من سغلاء الفوناني قرأون كيف اشتركوا هذا بالفعل من هذه الاشتراكات؟ على اشتركوا في هذا الأفضل يترجموها وكمما التعليقات وشتركوا في القناة عندما يجعلنا كل هذا، فإنما يجعلنا في الأنهاية، فإنما القناة تتعلم في مجرد حول فالتقال ذلك ومن المستمتعات لهم إذا كان في المنحة في المستقبل وسيقوم بأسفل لكن إذا اخذ الإنترنت فهي الأ interdisciplinary فهي الأمر فهي الأمر وما أحصل به ولا يسح لهم لأسفل لا يؤذى جماعة يلبسوا عليهم صلاةه . . . . . . من النتيجة هذه النتائجية المستخدمة حيث تصريب التصليب نتضاره إلى النتيجة فإن يكون تصليب التصليب فإن النتيجة في التصليب فإن تحصيير القرآن وقت تشويق القرآن صلى الله عليه وسلم ويخرطه عليهم جيدة للتصليب فإن القرآن تقوم بسكية والتصليب أن يتكلمون هناك فهو قرآن انه جنة تشويش قلوه دهوان تيف كان عفوه نم صلاة برتي اوه جنة سلاته جراها تانتاة ساقالي والفولوهم كبججو وقد نقل عن جماعة السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه جماعاء ورسلفاء الدورة سبتي جراجنا لخوفهم مما ذكرناه رياء كسبو نأرقيت افتاجبو في وكهون ما ربشو لما سلاة ربشو كان سدادف جماعا ورسلافا هدون إسان الرا سبتيجر مال ساقليغا ديك أبتني كراووتو الرجع على ججا فعن الأعمش قال دخلت على إبراهيم أعمش رأو دفمه سليمان بن مهران جرم إني إمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين ورى قرآن كراسي سرع به كما لا قال ما لجل إيه دخلت على إبراهيم وهو يقرأ بالمصحف إساء قرآن مصحف قرآن بني فاستاذن عليه رجل فغطاه نمش وهي وقو نمش التونسين وقال نجل لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة قولي إن أرقوا يروهن دا أني أكا يروهن دا قرأوا هم بيقوا جرى قرآن كنا وردت جفجج قنافو إسا تشويش يوقاو إسا تلعن له دخل في الصلاة قوان سلاثة سينيدي إني قناف قرآن وردت جفجج وقول أمن سوسين وعن أب العالية قال كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أب العالية رأو ديفامي قطاء تري جل أنم نقل أنه صحابا ربي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم صحابا رسولا ولي انقطاء تري جل فقال رجل منهم نمشي إسالي الراتي تقول نجل قرآنوا الليلة كذا فقالوا هذا حظك منه حلقال داني حمناك أرأيها قاناك أرأي جل اتحاسي ما الجلنير حكاسو مربسي قودي جلنين معناه قل ما لردتك أجل جلنين أكا إسانك أرأى يوقاو حلقا قويا ساقالي أرفو لني قرآن ردتك أجل جل إن شاء الله حمنا برلوتا براتي ولدتي دي بنتي نجايا عن نوتران اقرأي القرآن اقرأي القرآن اقرأي القرآن والأسرى اقرأي القرآن والأسرى